اشتركوا في القناة القوات الأمريكية في العراق قانون جرائم المعلوماتية أمام البطلمان العراقي والمرصد العراقي للحرية تحذر إلى التصويت عليها عوني صادر تمثيل المسيحي بالوكال عن صهر بسير ولبنان في ذكر استقلال غبا بلا ممثلين ولا احتفال وفي القمة الثانية وفي القمة الثانية هذا العام لقد كان هذا العام شكت لجائحة كورونا المستجد صدمة غير مسبوقة طارت العالم أجمعه خلال فترة وجيزة كما أن هذه الجائحة قد سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية وما زالت شعوبنا واقتصادنا واخصاداتنا تعاني من هذه الصدمة إلا أننا نبذل قصارى جهدنا للتجاوز للتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي ولقد تعهدنا في قمتنا غير العادية في مارس الماضي بحجة الموارد العاجلة وساهمنا بعميعا لبداية الأزمة بما يزيد على 21 مليار دولار لدعم الجهود العالمية لتنصد هذه الجائحة واتخذنا أيضا تدافير استثنائية لدعم اقتصادنا من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات كما تمت توسعة الشركات الحماية والاجتماعية الحماية الفئات المعرضة للفقدان للفقدان وطائفهم مصادر دخلهم وقمنا بتقديم الدعم الطالق للدول النامية ويشمل ذلك مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعها لتعليق مدفوعات وبذلك فإن واجبنا الارتقاء مع المستوى التحدي لهذه القمة ونطمن شعوبنا ونبعد فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات المواجهة للهذه وفي هذا العام واغتنام فرصة القرن الحادي والعشرين لجميع وعلى الرغم من تجاهة كورونا واندفعتنا إلى إعادة التوجيه تركيزنا بشكل والسريع لتصدي لا ثالثار هذه إلا المحاول الرئيسي المحاول 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 الرئيسي المحاول الرئيسي والتي صعدناها تحت هذا الهدف العام ويتمكين للإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل فوق جديدة لإنزال الأساسية لتجاوز هذا التحدي العالمي وتشكيل مستقبل أفضل لشعوبنا وعلينا في المستقبل القريب أن نعالج مواطن الضعف التي ضارت في هذه العزمة مع العمل على حماية الأرواح وسبب العيش وسنبتسر بالتقدم المحرد في هذه إيجاد لكاحات العلاجات وأدوات تسخيص الفيروس كورونا إلى أن لن علينا العمل على تتارية الضروف التي تتيح للرسول إليها بشكل عاجل وبتكلفة ميسورة توفيرها لكافة الشعوب وعلينا في الوقت ذاته التاهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية وعلينا الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي ويعادة فتح اقتصادات وحدود دولنا تسهيل حركة التجارة والأفراد وتهجب علينا تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق لنحفاظ على التقدم التنموي المحرد على مرة العقود الماضية إضافة لذلك وضع اللبنات الأساسية للنمو بشكل قوي ومستدام وشامل ولبد لنا من العمل على تتاح الفرص للجميع وخاصة من المعراه الشاب والشبا وتعديد دورهم في المجتمع وفي سوق العمل ولذلك من خلال التعليم والتداريم وإيجاد الوظائف ودعم رواد الأعمال وتعديد الشمول المالي وتد وجواد الرقمية بين الأفراد كما ينبغي علينا تاية الضروف لخلق اقتصاد أكثر لسدامة ولذلك قمنا بتعزيز نبدأ اقتصاد الدائري الكربون وكنها يتباع عالم ولتحقيق أهدافنا المتعلقة للتغيير المناخي وضمان إيجاد أنظمة الطاقة أنظفوا أكثر سدامة وإيسر تكلفة وعلينا قيادة المجتمع الدولي لنحفاظ على البيّة وحمايتها وهذا السياق فإننا ندعو إلى مكافحة التداهر الأراضي والحفاظ على الحفاظ الشعوب المرجانية والتنوع الحيوي مما يعطي مؤثر قويا على التزام بالحفاظ على كوكب الأرض والإدراك من التجارة محرك أساسي لتعافي اقتصاداتنا فقد قمنا بكرار مبادرة الرياض بشأن باستقبل منظمة التجارة العالمية وبهدف جعلنا نظام تجاري متعدد أطراف أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لقد ألتقى قائل الدول المجموعة العشرين المرة الأولى قبل 12 عاما إجابة للأزمة المالية وكانت وكانت النتائج الخير خير شائنة على المجموعة العشرين هي المنتدى الأبرز للتعاون الدولي والتصدي للأزمات العالمية واليوم نعمل معا مجددا لمواجهة أزمة عالمية أخرى أكثر عمقا عصفت بالإنسان والاقتصاد وإنني على ثقة إن جهودنا المشتركة خلال قمة الرياض سوف تؤدي إلى أثار مهمة وحاسمة وإقرار سياسات اقتصادية اجتماعية من شأنها يعادة الاطمينان والأمل لشعوب العالم وشكرا لكم إذن كنا مع خطاب العهل السعودية الملك سلمان في افتتاح قمة قادة مجموعة العشرين إذن خطاب العهل السعودي الذي قال فيه بأنه عام واستثنائي بسبب جائحة كورونا وبسبب كل التدعيات الاقتصادية التي جاءت بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم قال ساهمنا بـ 21 مليار دولار للتخفيف من أضرار كورونا واتخذنا تدابير لدعم وبأنه تم ضخ 11 مليار دولار لمساعدة الأفراد ومساعدة الشركات الصغيرة في إطار مكافحات كل تدعيات كورونا الاقتصادية وكل التبعات والخسائر التي جاءت بعد انتشار فيروس كورونا قال بأن عالم مجموعة العشرين وهو التكتل الأكبر والأهم اقتصاديا في العالم عليه بدعم الدول النامية ووضع خطة طارئة في إطار هذا الأمر وقال بأنه يجب أن يضمن للشعوب أو نطمئن الشعوب ونبعث الأمل كما قال العاهل السعودي بأن على العالم تجاوز تداعيات وفيروس كورونا وبأن الكثير من التحديات الآن في هذا الإطار وقال كذلك العاهل السعودي بأن مجموعة العشرين وكل العالم عليه العمل الآن في المستقبل القريب لمعالجة مواطن الضعف والتي ظهرت بشكل جلي بعد انتشار فيروس كورونا وبعد الضربات الاقتصادية بالتأكيد الكبيرة على اقتصادات العالم بسبب هذه الجائحة وقال بأن على الجميع تهيئة الظروف المناسبة للوصول لعلاج فيروس كورونا ودعم حتى هذا العمل الوصول لعلاج واللقاحات لفيروس كورونا وحتى توفير الأمر وتوفير اللقاحات لكافة الشعوب خاصة الشعوب الفقيرة كما دعا العاهل السعودي الملك سلمان في افتتاح قمة قادة مجموعة العشرين بدعم الدول النامية في إطار هذه القمة ولكن بشكل منسق مع هذه الدول وبضرورة تهيئة الظروف لقلق اقتصادات أكثر استدامة ولابد من تعزيز بحسب العاهل السعودي تعزيز دور المرأة ودور الشباب في المجتمع وسوق العمل والاستمرار بدعم الاقتصاد العالمي وتسهيل حركة التجارة والأفراد وكما قال في ختام كلمته العاهل السعودي ملك سلمان قال بأنهم على ثقة بأن الجهود في هذه القمة قمة العشرين ستنتهي بسياسات اقتصادية واجتماعية مهمة جدا ستؤدي إلى طم أنت الشعوب شعوب العالم بالإضافة إلى مساعدة شعوب العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لمناقشة بالتأكيد كل هذه النقاط النقاط الاقتصادية في قمة العشرين للزعماء وقادة مجموعة العشرين المجموعة الاقتصادية الأهم من الرياض ينضم إلينا الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان سيد الفوزان أهلا بك سيد الفوزان سهل خير سهل نور سيد الفوزان إذن هذه المجموعة الاقتصادية الأكبر مجموعة العشرين مثل ما ذكرنا ذكر العهل السعودي الملك سلمان بعض النقاط الأساسية والرئيسية التي ستناقش في هذه القمة والمأمول منها لنبدأ بداية من مكافحة فيروس كورونا مساعدة الاقتصادات في دول النامية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ما الذي يمكن أن يتخذ من إجراءات ومن آليات توضع لمساعدة الاقتصادات الفقيرة الاقتصادات التي تضررت بفاعل جائحة كورونا أول شيء مساء الخير نستمعنا جميعا لكلمة خادم الحرمين الشرفين قبل قليل وكانت طبعا استراتيجية واضحة لمجموعة العشرين وكل دول العالم أنه من استراتيجية الأساسية هي مواجهة هذه الجائحة لكورونا الدول الفقيرة خاصة من ناحيتين الأولى من ناحية الآن المواجهة الحالية باعتبار ما لا زالت الأزمة قائمة ولا زالت تواجه كثير من الدول وبالتالي توفير المساعدات لها وتقديم الدعم لها بشكل كبير جدا وأتكلم عنها خادم الحرم الشرفين وأيضا تحدث عن موضوع الموضوع الجائحة من ناحية أنه توفير الأمصال والعلاج باعتبار أنه الآن على أبواب أو بدايات بداية نشر الأمصال أو اللقاحات القادمة وبالتالي تقديمها بكمية كافية والسعر مناسب وهذا هدف من الأهداف لوضعتها استراتيجية الجي تونتي وتحدث عن خادم الحرم الشرفين وهي تعتبر أساسي ومهم جدا خاصة أنها دول تعتبر فقيرة قد لا تستطيع أن توفر هذه اللقاحات نعم وفي هذا الإطار في النقطة الأخيرة التي ذكرتها توفير لقاحات وأدوية للدول الفقيرة والتي ربما قد لا تكون قادرة على الحصول على هذه اللقاحات الأمم المتحدة كانت دعت إلى تمويل إضافي في هذا الإطار لتسليم وتصنيع لقاحات خاصة لدول الفقيرة مثلما ذكرت السعودية كانت لها مساهمة في هذا الأمر بـ 250 مليون دولار في هذا الإطار هل تتوقع بأن هذه الدول لدول مجموعة العشرين ستتخذ بتأكيد خطوات أكثر في هذا الإطار لتوفير اللقاحات وما الذي قد يتخذها أنا أعتقد أن هذه اللقاحات الآن بعدما تعتمد وتبدأ عملية تنسر يكون هناك عملية التوزيع العادي لبعض الدول خاصة أنه نجد أنه قد تكون هناك دول الفقيرة مثل الأفريق أو بعض الدول أنها لا تستطيع أن توفير هذه العلاجات كأولوية لها باعتبار أنها تملك المال في هذا الجانب وأعتقد أنه كلمة خادم أكدت على مسألة توفير العلاج بالسعر المناسب وبالكمية المناسب لهذه الدول خصوصا باعتبر أن الدول القادرة مادين والتي تملك القوة المالية والاقتصادية تستطيع توفيرها من خلال عمليات الآن الحجوزات أو توفير هذه الكميات مبكرا لكن هذه الدول الآن أعتقد أنه قيادة المملكة لقمة العشرين أكدت على هذا الجانب الإنساني لهذه الدول باعتبارنا لا تمتلك هذه النقاحات بوضعها الحال فبالتالي قدمت الدعم المالي وأيضا مساندة بتوفيرها بكميات كافية وبأسعار مناسب وهذه تعتبر طبعا نقة جوهرية في السلام والصح لجميع دول العالم خاصة الغير قادر والفقير نعم سيد فوزان مثلما ذكرت العديد من الجوانب الإنسانية حتى في كلمة العاهل السعودي وفي أهداف هذه القمة قمة العشرين وزراء مالية المجموعة كانوا تحدثوا منذ أيام معا مخطط مشترك أو خطات عمل مشتركة لإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة التي اشتحها فيروس كورونا والذي أضطره بالتأكيد على اقتصادات هذه الدول هل هذه الإجراءات كافية أم ينتظر أو تنتظر إجراءات وآليات أخرى لمساعدة هذه الدول مع عدم مسح ديون أو إعادة هيكلة الديون الأولوية طبعا الآن هي عملية تقديم المساعد والدعم الحاليا وتأجيل الحديث عن موضوع الديون باعتبار أن بعض الدول ومن ضمن المملكة قدمت الدعم قبل أن تقدم مثلة شطبة ديون نعتقد أنها قدمت مساعدات ودعم كبير جدا خلال السنوات الماضية ومن خلال الأزمة الكورونا الآن ونقرأ الآن بعض الأخبار زي الدول الدائنة في مغلصين وغيرها قدمت الإعفاءات مالية الآن لكن الآن الإشكالية في حل الأزمة الحالية تقديم النقاحات تقديم الدعم الصحي تقديم الدعم المالي تقديم الدعم الاقتصادي لهذه الدول وكان هذا يعتبر استراتيجية واضحة لدول العشرين وبالتالي كانت مهمة جدا قبل الحديث عن موضوع الآن الإعفاءات المستقبلي لأننا أعتقد أنه قد تصل هذه الدول إلى مرحة لا تستطيع السداد أصلا وبالتالي تقديم هذه المساعدات الآن الفورية من خلال تقديم اللقاحات والدعم الصحي وغير وهذا يعتبر شيء جوهري ومهم متحدث عنها خادم الحرام الشرفين بتقديم المساعدات لهذه الدول وبالتالي تعتبر هذه خطوة جوهرية جدا وأعتقد أن المستقبل للدول العشرين ستساهم بشكل كبير جدا في قد يكون الأغلب هو الإعفاءات أكثر من الجدول باعتبرنا في الأساس أن الدول ستعاني اقتصادي بشكل كبير جدا لأنه قد تمتد إلى سنوات نعم علينا الاستمرار بدعم الاقتصاد العالمي وتسهيل حركة التجارة والأفراد يقول العهل السعودية الملك سلمان في خطابه منذ قليل سيد الفوزان نعلم بتأكيد تداعيات فيروس كورونا وتأثيراتها على الاقتصادات ونعلم بأن حركة التجارة كانت تأثرت كذلك وحركة الأفراد تأثرت كذلك بسبب فيروس كورونا بعد تسهيلات أو الدعوة لتسهيلات في حركة التجارة والأفراد هل يمكن الحديث عن حركة آمنة إعادة أو ضخ أموال أكثر وإعادة الامتعاش والاقتصاد في مقابل كذلك حماية الأفراد من فيروس كورونا هل يمكن تحقيق هذه المعادلة أنا أعتقد أنه ممكن تحقيق هذه المعادلة متما وجدت الإدارة والقيادة أعتقد الاستطاعة أن تحتوي هذه الأزمات في كل في دولها نحن في المملكة نجد أنه كانت هناك خطوات مهمة جدا على الصعيد الصحي على الصعيد الاجتماعي على الصعيد الاقتصادي يعني لاحظنا هناك عملية دعم كبيرة جدا في القطاع الاقتصادي لم تتأثر فيها طبعا اقتصاد المملكة واليوم نجد أنه حتى المواجهة الصحية يعني مصادف اليوم أنه أقل حالات إصابات وصلت إلى 221 إصابة فقط في المملكة الآن ونسبة التعافي تصل إلى تقارب إلى 97% هذا النموذج أعتقد مناسب وكبير جدا لدول العشرين نشوف أن المملكة تعتبر من أفضل الدول في هذا الجانب مقارثا حتى بدول العشرين أعتقد أن هذا النموذج يمكن أن يحاكى تطبيقا في دول العالم باعتبار كيفية المواجهة والحلول الاقتصادية كيفية المواجهة والحلول من الجانب الصحي وأيضا الاجتماعي ونعيش حياة طبيعية وحياة جدا يعني منتظمة الآن بدون أي عواق بدون أي شيء من الجانب الاقتصادي من جانب الاجتماعي ومن جانب أيضا عملية استمرار فبالتالي هذا النموذج الآن الموجود أعتقد في المملكة يعتبر نموذج ناسب وكبير جدا لدول العشرين وبالتالي أعتقد أن هذه استراتيجية ستفتع حفاق اقتصادية خاصة مع أول لقاح سيتم وأعتقد أن شركة فايزران تقدمت بالطلاب أنه في 10 ديسمبر قد يقر أول لقاح وبالتالي يعتمد رسميا وأعتقد أن هذه تكون الانفراج الكبيرة بإذن الله نعم إذا كنت معنا من رياض الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان شكرا جزيلا لك أبرى رئيس التركي رجب طيب أردوغان أو في خبر آخر في مقابلة مع قناة سينار الأمريكية وضح الجبير موقف بلاده فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المملكة مشيرا إلى أن السعودية تتعامل مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا وعن الرابط التي تجمع السعودية بالولايات المتحدة قال وزير الدولة السعودية عادل جوبير أن بين السعودية والولايات المتحدة مصالح ضخمة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم خصوصا ما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب ومخصا ما يتعلق ومخصا ما يتعلق بالنسبة للأمناة والإسرائيل والمشاركات لبنان سيريا إراك إران إفغانستان إIndia Pakistan Yemen Horn of Africa Sudan Libya the G5 countries of the Sahel and defeating Boko Haram defeating Daesh we are working together on global economic security on energy security on financial issues and we are the key in terms of the Muslim world these interests are huge for us ومع المنطقة للعالم ومع المنطقة للعالمين ومع المنطقة للعالمين وليس تتحرك ونعمل معاً لكي تتحرك المنطقة للعالمين لا يوجد دوة مدينة أقل في حيث تروريزم وإسترامي ومع المنطقة للعالمين ونحن نستطيع أن نفعل هذا عبر رئيس التركي رجل طيب أردوغان عن امتنانه للعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز والسلطات السعودية لرئاسة الناجحة لمجموعة العشرين رغم الظروف الصعبة لجائحة كورونا رئيس التركي أكد أن القرارات التي سيتم اتخاذها في قمة الرياض لمجموعة العشرين ستكون حاسمة ليست في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا فحسب بل أيضاً في تلبية التوقعات من المجموعة حذر المبعوث الأمريكي الخاص لإيران إيريات أبرامز حذر طهران من استمرار الميليشيات المسلحة الموالية لها من مهاجمة القوات الأمريكية في العراق أضف أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترد بشكل قوي على أي اعتداء تنفذه إيران أو ميليشياته على مواطنين أمريكيين مؤكداً أن ليس في نية الرئيس دونالد ترامب خلق صراع جديد في المنطقة قال تحالف الفتح أن زيارة قائد فيرق القص في الحرس الطوري الإيراني اسماعي القآني لبغداد أتت بدعوات رسمية من قبل الحكومة الاتحادية وأن زيارته رسمية وبحسب تحالف الفتح فإن هدف زيارة قآني مناقشة تواجد الأمريكي في العراق خصوصاً بعد إعلان واشنطن صحبة جزء من قواتها ولمناقشة بالتأكيد هذا الملف ملف أي ضربات محتملة أمريكية على إيران في هذه الفترة القصيرة المتبقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنظم إلينا من القاهرة المختصة في القضايا الإقليمية الكاتبة الصحفية هند الضاوي السيدة الضاوي أهلا بك على شاشة الحدث إذن قلق إيراني الآن من ضربة أمريكية محتملة في هذه الفترة القصيرة مثلما ذكرنا من عمر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هل سيوجه بالفعل دونالد ترامب هذه الضربة لإيران أم يفكر في احتمالات أخرى يعني أعتقد أن دونالد ترامب كما قال بومبيو يضع جميع الخيارات أمامه وقد رفض بومبيو مناقشة هذه الخيارات أمس ولكن ما يحدث على أرض الواقع بأن دونالد ترامب ما زال في جعبته الكثير بالنسبة لإيران وأن سيناريو توجيه ضربة عسكرية لإيران أو مفاعل نطانس تحديدا ليست بعيدة خاصة إذا نظرنا لما نشر عن اجتماع قآني مع قادة الميليشيات الشعية الموالية لإيران في العراق وتجديد عليهم بأنهم يتجنبوا استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المتبقية لدونالد ترامب حتى لا يتخذها الأخير زريعة في توجيه ضربات عسكرية على إيران وبالتالي كل الاحتمالات كما قلنا مفتوحة خاصة أن فكرة عودة التفاوض مرة أخرى مع جو بايدن ليست سهلة إلى حد كبير وربما رغبة لدونالد ترامب بأن لا يترك بابا مفتوحا بين نعم قبل الوصول إلى إدارة جو بايدن السيدة الضاوي قبل الوصول إلى هذه النقطة إدارة جو بايدن وإمكانية أن تغير شيء في الاتفاق أو في الاتفاق الذي كان انتهى من الجانب الأمريكي الاتفاق النووي مع إيران لنتحدث في الاحتمالات الآن إن كان دونالد ترامب لن يقدم على هذه الضربة العسكرية ما الذي قد يتخذه من إجراءات أخرى لتصعيب المهمة إذن هل سيلجأ إلى توسيع نطاق العقوبات على إيران مثلا يعني أعتقد أن دونالد ترامب بالفعل اتخذ قرارات كبيرة جدا عقدت الأمور ليس في احتياج إلى المزيد إلا فقط المحافظة على تنفيذ هذه العقوبات بمعنى على سبيل المثال أن لا يترك بابا مفتوحا لإيران للمحايلة أو للتحايل على العقوبات الاقتصادية خاصة تصفير النفط بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها من خلال شركات وهمية تستخدمها دائما ولكن الفكرة أن دونالد ترامب حاليا لديه تشجيع دولي حتى الدول التي اعترضت على سياسة دونالد ترامب في التعامل مع إيران كالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال بعد العمليات التي قامت بها إسرائيل من خلال اغتيال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة داخل إيران هذا فضح سياسة إيران في العالم وليس في المنطقة فقط وهذا أيضا بجانب ما كتب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا بأنهم حصلوا على جزيئات من اليورانيوم في موقع غير معروف هذا الموقع هو موقع تركاز أباد التي تحدثت عنه إسرائيل مسبقا وكشفت أمره بأنه يستخدم في تخصيب الإيران ما أقصد أن أقول أن دونالد ترامب إذا لم ينجح حتى في إحكام العقوبات بشكل كامل على إيران هو نجح بالفعل في فتح إيران ويعني تعقيد فكرة التفاوض مرة أخرى على فقط الملف النووي هذا حقه بالفعل نعم وإن كانت هناك منافذ حقيقة سيد الضوي بينها القدرة على التعامل مع العراق مثلا أو سوريا هذه المنافذ الإيرانية لتنشيط الاقتصاد ولكن إن كان بالفعل دونالد ترامب ذيق الخناق على حتى إدارة جو بايدن وذيق المساحة التحرك ما الذي يمكن أن تتخذ هذه الإدارة المنتظرة الآن حتى من الإيرانيين الذين يعتقدون بأنها قد تكون أكثر تساهلا معهم وربما حتى تعيد الاتفاق النووي أولا لا يمكن أن نأخذ الشعارات التي تم استخدامها من خلال فريق بايدن أو حتى فريق دونالد ترامب أثناء الجولة الانتخابية على محمل الجن بمعنى أن حديث جو بايدن عن العودة للاتفاق النموي قد تم اغتزاله بشكل مبسط جدا لأنه تحدث عن أن تعديل الاتفاق هو الأقرب للواقع بمعنى أن يتم إدخال القوة الصاروخية الباليستية لإيران ضمن اتفاق جديد وأيضا بحث ألية اعتقال أو حقوق الإنسان واعتقال مزدوجي الجنسية في إيران وأيضا توسعات إيران من خلال الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط هذه ثلاث ملفات مطروحة الآن من إدارة جو بايدن إذا نظرنا إلى تصريحات السيناتور كريس كونز أمس وهو مرشح لتولي حقيبة وزارة الخارجية في عهد بايدن قال نفس الكلام أن القوة الساروخية والتمدد والتوسع الميليشياوي في منطقة الشرق الأوسط التابع لإيران من أهم الملفات التي لابد أن تضع أو يتم وضعها على مئدة أي تفاوض مع إيران في المرحلة المقبلة في المقابل وجدنا أن المسؤولين المقربين من المرشد خامنا يتحدثون أن لا عودة للتفاوض إلا بشروط بمعنى ما هي الشروط أولا العودة للاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية دون أي شروط مسبقة هذا الأمر مستبع أن تقبله إدارة بايدن النقطة الثانية هو الإفراج عن كافة الأموال المجمدة حول العالم بالعقوبات الأمريكية الملف الثالث وهو أن إلغاء كافة العقوبات التي كلفت إيران أكثر من 200 مليار دولار حتى الآن خلال عامين إذا نظرنا لما يتحدث عنه إدارة بايدن الجديدة أو المنتظرة وما يتحدث عنه الداخل الإيراني نجد أن الفجوة متسعة بشكل كبير بالإضافة إلى أن الانتخابات الإيرانية على الأبواب وتعديل قانون الانتخابات المنظور حاليا في إيران يعطي الأولوية للعسكريين وبالتالي التاريخ يقول لنا أن في فترة أحمد نجاد من حاول التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية هم الأصوليين ولكن فرضوا شروط غير واقعية وفق تصريحات أو وفق حديث الرئيس أوباما في كتابه المنتظر وبالتالي فكرة التفاوض أصعب بكثير الآن مع إدارة جو بايدن عما كانت عليه في عهد أوباما أو حتى في دونالد ترامب وأيضا المعطيات والمتغيرات أصبحت أسرع بعد كشف المواقع النموية السرية لإيران بعد تدخل إسرائيل على الخط وتوجيه دربات عسكرية ربما لم يتم إعلانها بشكل مباشر الموقف الأوروبي أصبح خجولا في الدفاع عن إيران وبالتالي أتوقع أن نستمر لفترة إذا لم يتخذ دونالد ترامب بقرار الحرب ننتظر لفترة طويلة وهي فترة لا حرب ولا تفاوض أي استراتيجيات تمنعي تعود من جديد نعم كنت معنا من القاهرة المختصة في القضايا الإقليمية الكاتبة الصحفية هند الضاوي شكرا جزيلا لك وإلى العراق الآن أبدأ المرصد العراقي للحريات الصحفية مخاوفة ومن التدعية المحتملة لتصويت البرلمان العراقي اليوم على قانون جرائم المعلوماتية وقال المرصد في بيان أن المسادقة على القانون في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة وغير مستقرة وأن يقحام الصحفيين ووسائل الإعلام في مضمون قانون من شأنه أن يهدد حرية التعبير ويعرض الكتاب والصحفيين والمدونين للمحاكمة والسجنة أوضح المرصد أن القانون لم يعرض على الشعب ولم تجري مناقشته كما ينبغي مع منظمات المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان ما هذا القانون وما هي بنوده كل هذه التفاصيل حول هذا القانون المثير للجدل في العراق انضم إلينا الآن الزميل توني مزرعاني توني أهلا بك مساء الخير سارة إذن مشاهدين بغض النظر عما إذا صوت البرلمان العراقي على قانون جرائم المعلوماتية فإنه بحسب مسودة القانون فإن الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لإدفاء تعبير أو صور أو أصوات أو أي وسائل أخرى تتضمن الإهانة للآخرين يكونون عرض للسجن ضمن عقوبة أقصاها لمدة سنتين وأيضا دفع غرامة تراوح ما بين 3 إلى 5 ملايين دينار عراقي أما السجن لمدى الحياة فهم لمن يستخدمون الإنترنت لأذية سمعة البلاد ونشر أو بث أنباء عن أحداث مضللة بهدف إضعاف ثقة في النظام المالي الإلكتروني القانون سيسمح أيضا بحسب حقوقيين بمضايقة الصحفيين بشكل قانوني لمجرد أن يكتبوا عن مشكلة استخدام المخدرات في منطقة معينة مثلا وهذا ما يمكن استخدامه لمعاقبة صحفي انتقد مثلا أحد السياسيين وتتضمن العقوبات الرادعة التي ينص عليها القانون السجن مدى الحياة وطبعا إضافة إلى غرامة تصل لـ 32 ألف دولار أمريكي وهو أكثر بعشر مرات من دخل المواطن العادي فمثلا إذا تلقى الصحفي بريدا إلكترونيا من مجهول بخصوص احتيال ما يمارسه شخص في وظيفة عامة ولكن عن طريق بنوك خاصة مثلا فأن مسودة القانون الحالية تجرم مثل هذا الفعل بغرامة تصل حتى عشرة ملايين دينار عراقي والسجن لمدة عشر سنوات كذلك فأن الامتناع عن تقديم أي معلومات أو بيانات للسلطات الإدارية فهذا موضوع في خانة الجريمة بينما لا يوجد ما ينص على وجوب أن تقدم السلطات سببا أو مذكرة للحصول على هذه المعلومات أما المادة الثلاثة عشر فتعطي إذنا للسلطات الأمنية بأن تطلب من وسائل الإعلام الكشف عن مصادر معلوماتها من دون أن تبرز أي سبب لمثل هذا الطلب وبحسب المادة التاسعة والعشرين يمكن في أي محاكمة أن تقرر المحكمة الحجز أو إطلاف الأدوات والأجهزة والبرامج والألات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع وأيضا ثقرات مسودة القانون هذا تعني أن العديد من الأشكال الجديدة لوسائل الإعلام يمكن حضرها ومنع استخدامها بالكامل في العراق وبما أن القانون يفشل في التفريق ما بين مستخدم الإنترنت ومزود الخدمة كمثال اليوتيوب أو الفيسبوك يمكن إغلاق مزود الخدمة كليا إن كتب أحد مستخدميه شيئا ما عن عقار غير مرخص مثلا وكذلك يمكن أيضا إغلاق وسيلة إعلامية نتيجة خطأ ارتكبه أحد المدونين ما يشجع على الرقابة الذاتية ما بين مستخدمي الإنترنت والعملين في إدارتها هذا كل شيء سرع عودة لكي نعم توني ورغم كل هذه المواد التي يقول المرصد العراقي بأنها ربما ستسجن نصف الشعب هناك من يدافع توني عن هذا القانون سنشير إلى هذا لاحقا في كل أحوال كنت معنا توني مزرعاني شكرا جزيلا لك شكرا لك دفع عضل جهة الأمن والدفاع النيابي العراقية كاطع الركابي عن قانون الجرائم المعلوماتية مضحا أنه يحفظ الشخصية العراقية وخصوصيتها وانا في الأخبار المتداولة بشأن قانون الجرائم الإلكترونية بأنه سيضع نصف الشعب العراقي في السجن لافتا إلى أن هذا القانون هو لحفظ الشخصية العراقية وخصوصيتها مضيفا أن هذا القانون هو للدفاع عن الحريات الشخصية إشار إلى أن سبع لجان نيابية شاركت في وقت سابق في وشرة دولية متخصصة بقانون جرائم المعلوماتية بإشراف دولي مع الجانب الحكومي في عمان ولمناقشة هذا الملف هذا القانون الذي سيؤثر على الصحفيين وهو مثيل الجدل الآن العراقية انضم إلينا من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعل سيد المشعل أهلا بك على شاشة الحدث بداية أهلا بك البرلمان العراقي كان افتتح جرسته منذ أكثر من ساعة من المنتظر ومن المفترض أن يناقش هذا القانون اليوم بداية لنتحدث عن المعلومات هل سيناقش بالفعل هل سيمرر أم سيعدل وفق التوقعات والمعلومات المتوفرة نعم شكرا حقيقة هذا القانون يعني ليس وليد اليوم إنما طرح منذ عشر سنوات أو أكثر وفي كل دورة انتخابية كان يطرح وكنا نتصدى له ونعبئ الشارع وتتحرك المنظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية لإضعافها وإخمادها يبدو الآن البرلمان العراقي وجدها فرصة مناسبة إلى عادة الحياة لمثل هذا القانون وهذا القانون حقيقة هو يطيح تماما بحرية الرأي حرية الرأي هو المكسب الوحيد المتبقي للمثقف والعلامي والسياسي والكتاب يعني فقط نحن اليوم محاطين بجملة يعني لا يمكن عدها من الأزمات الأمر الوحيد المتاح في ظل هذه الأزمات هو أنك تستطيع أن تعبر عن وجهة نظرك أو رأيك من خلال شبكة المعلومات والوسائل التواصل الاجتماعي واليوم هذه وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة دخلت كساحة تصفية وساحة صراعات وساحة يعني صراع سياسي بكل أوجهة بكل تفاصيلة وهي أيضا يعني اليوم بالنظر لإنقسامات الساحة السياسية العراقية والمشهد السياسي العراقي لا يمكن تأولا أن تسيطر على طبيعة ما ينشر يوميا يعني جيوش ألكترونية اليوم بعشرات الألوف وتتبع لهذه الأحزاب وهي تستخدم الأسماء المستعارة والعناوين المستعارة طيب كيف تستطيع أن تطوقها وأن تسيطر عليها بعدين أنت اليوم حقيقة تحتاج إلى مزيد يعني في ظل تبخم وتظاهر الفساد في مجتمع يعاني من أزمات قاتلة وأهمها الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية وهناك أزمات كثيرة حقيقة نعم وهي وليدة بنية سياسية وطبقة سياسية ضعيفة أساءت أو فشلت بإدارة الدولة أنت تأتي لتشريع هكذا قانون نعم أساية المشعل بالمؤبد وبغرامات بالملايين سيد المشعل في بعض مواد هذا القانون التي أشرت إليها سابقا بالإضافة إلى توسيع العقوبات وتغليط حتى العقوبات وحتى مس ببعض الحقوق الواضحة على السحفي مثلا السر المهني هناك من يبرر الأمر ويقول بأنه يحمي الشخصية العراقية كانت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية قالت هذا قالت بأنه يحمي من الأخبار المضللة ويحمي الشخصية العراقية هل هذا المبرر مقنع بالنسبة لكم لا أبدا حقيقة هو هذه السياسيين يحاولون الدفاع عن أنفسهم لأن أصبحوا مكشوفين حقيقة تماما أمام الرأي العام العراقي فلغلق هذه النوافذ ما لوا لإصدار أو لتشريح كذا قانون نحن نهيب بالشخصيات الوطنية والقوى الوطنية داخل البرلمان أن تقف ضد تشريح هذا القانون وخصوصا الفصل الثاني منه هذه الفقرة يعني أولا من الفصل الثاني المساس بأمن الدولة ووحدتها ومضامينها الأمنية هذا من يضمن هذه القضية يعني ما هو المعيار في أن هذا مس أمن الدولة ووحدتها ومصالحها أم لا ثانيا صحفي العراقي اليوم والكاتب والرأي والمحلل هذا الانفتاح وثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات ممكن أن يتعاقد مع جهات في كل مكان بالعالم زيان أنت تعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة تصل إلى أربعين ألف دولار في حال أنك تعاقدت أو اتفقت ونشرت معلومات مع دولة معادية طيب ما هو معيار يعني ما نعرف العراق اليوم محاق بالعديد من الدول المعادية له كيف تفسر ستفسر ضد الشخصيات السياسية المعارضة حقيقة من يدفع بهذا القانون التشريع بهذه المعاد نعم سيد مشهد السياسي الفاسد بالتأكيد السياسي الفاسد هو من يدفع بهذا القانون لحماية نفسه أمام الرأي العام لأنه أصبح سينجح في تمرينك في البلمان العراقي أمام الرأي العام العراقي هو مشروع قانون أو مسودة قانون هل سينجح في ذلك في تمرينه ويصلح قانون نافذا نعم نعتقد نعم نعتقد أنه لا يمكن لا يمكن تمريره يعني تمرير هذا القانون يعني إدانة صريحة لتواطئ القوى السياسية داخل البرلمان شكرا نحن نهي بهم أن لا يمرروا مثل هذا القانون لأنه قانون يجعل من العراق بلد أشد تعاسه من أسوأ دكتاتورية موجودة شكرا لك كنت معنا من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعر شكرا جزيلا لك وفي ليبيا الآن بدأت الأطراف المتحاربة إجراءات لفتح الطرقات المرية المقفلة منذ أشهر بين الشرق والغرب الليبي وذلك كانت تنفيذا لقرارات وتفاهمات تم التوصل إليها خلال ختم اجتماعات الأجراء العسكرية 5 زي 5 في مدينة السرد ويأتي فتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والمقاتلين من خطوط التماس ومن باريس سنضم إلينا المحالة للسياسي الليبي عبد الحكيم فنوش سيد عبد الحكيم أهلا بك على شاشة الحدث سننقش هذا التطور الذي يأتي بعد محادثات 5 زي 5 كانت في جوناف ثم انتقلت إلى سيرت الحديث الآن عن فتح المنافذ البرية هذا كان مطلب بالإضافة إلى مطالب أو مواد أخرى من بينها إخراج المرتزقة لنفهم الصورة أكثر في ليبيا هي فتح طرقات أم تأمين طرقات ومن يتولى هذه المهمة مرحبا أختي العزيزة هي كانت هذه الطرقات التي يتم التصريح بفتحها كانت مغلقة بسواتر ترابية من أجل من تقدم أي آليات من خلال هذه الطرقات تم رفع هذه السواتر الترابية الآن بعد التنصيق بين لجنتين العسكريتين في المنطقة الغربية من ليبيا وفي المنطقة الشرقية من ليبيا وبالتالي الضمانات يفترض فيها التي تهم من خلال اللجانة الفرعية التي ستشكل من خلال اللجنة العسكرية المشتركة من أجل ضمان عدم المساس بالمسافرين وضمان حمية التنقل نعم هذه كانت مطلب ومثل ما ذكرنا باند في اتفاق خمسة زياد خمسة الذي كان في الجنف وبعد ذلك في سرد ولكن إذ ما تحدثنا عن الجهة التي تولت هذه المهمة هل لا تحدث عن جهة مشتركة بين الطرفين بين الشرق والغرب بين الجيش والقوات القوات الوفاق لا على الإطلاق هنا المشكلة الحقيقة وهنا هشاشة هذا الاتفاق تأتي من أن الطرف الذي يمثل المنطقة الغربية لا يوجد هناك وفاق حوله على الإطلاق ورأينا إجراءات عسكرية وإجراءات سياسية وتصريحات من قبل الأطراف الموجودة في المنطقة الغربية من ليبيا لا تتطفق مع هذه المجموعة التي اتفقت مع الجيش البيبي لكيفية إدارة الاتفاق العسكري وكيفية إدارة المرحلة العسكرية والأمنية وبالتالي هناك امكانية للانتكاس على هذا الاتفاق وعلى أخلاق الطريق بحكم أن هذه المجموعة الخمسة الممثلة لا يستراج لا تمثل كل القوى الموجودة هناك ورأينا على إجراءات التي اتتخذها من يدعي بأنه وزيرا للدفاع بذهابه إلى قطر ومحاولة عقده اتفاقية مع قطر وطعم قاعدة عسكرية داخل ليبيا وهذا يتنافى مع الاتفاق الذي تم بين اللجنتين وهذا يعيدون كذلك سيد عبد الحكيم تربط هذا الأمر بشرط أساسي إبعاد المرتزقة أو ما تسميه بمرتزقة وكذلك على جرحة العملية هذا كان منذ أيام فقط ولكن لأننا تحدث عن فتح طريق هل يعني تم توافق والتفاهم بين الطرفين بخصوص هذه الشروط أم نتوقع بالفعل انتكاسة في القريب العاجل في أيام المقبلة للأسف الشديد أنا أرى بأن هذه المجموعة العسكرية التي تمثل منطقة الغربية التي تمثل كل الأطراف العسكرية والميليشيات الموجودة في منطقة الغربية لأن عندنا هناك منطقة الغربية أطراف ملتزمة بالقرار التركي وبالسيادة التركية ولا أرى هنا موافقة تركية على إجراء أي اتفاق عسكري بين الأطراف الليبية من شأنه أن يمنع كل الاتفاقيات التي أجرتها تركيا مع الصراج ومع بعض الأطراف العسكرية الأخرى وبالتالي من الممكن لتركيا تحرك بعض المجموعات المسلحة في منطقة الغربية من أجل عدم العرقلة إمكانية تنفيذ هذه الاتفاقات التي تتم مع جيشي البيلي وإن لم يكن هناك أي ضغط خارجي من قبل قوة عظمى وعلى رأسها أمريكا على الأطراف فأتصور بأن الأمر من الممكن أن ينتقس بأي لحظة لأن الأطراف المنطقة الغربية لا تمنك رأسا واحدا ولا تمنك قرارا واحدا مشتركا قرروا من خلاله الذهاب بهذه معنا من المفترض أن تكون سيد عبد الحكيم هذه النقطة نقطة فتح الطرق هي الأسهل والأيسر في كل النقاط التي تم التوافق عنها إذن ماذا بخصوص إبعاد المرتزقة والتي من المفترض أن تبدأ هذه العملية من سيرت والجفرة وبعد ذلك من كل البلاد إبعادهم وإبعاد كل الأجانب ماذا صعوبة بالفعل تنفيذ هذه النقطة وباختصار شديد هناك صعوبات كبيرة جدا ولم يتكن هناك ضغوطات خارجية من قبل دول للدول العظمى على تركيا فأتصور بأن هذا الأمر لن يكون من السهل على الإطلاق التنفيذ استمعنا اليوم إلى تصريح وزير الدفاع التركي والذي يقول بأن نموجودون في ليبيا بحكم موافقة الحكومة المعترف بها وبالتالي هذا إعلان منه يقول من خلاله بأنه باقي هناك وليس من السهل على الإطلاق تغييرا المعادلة الأممية والعسكرية دون موافقة تركيا إلا بضغوط خارجية نعم من باريس كنت معنا المحلل السياسي ليبيا عبد الحكيم فإن شكرا جزيلا لك وإلى لبنان الآن ألغط السلطات الاحتفالات بذكرى عيد الاستقلال السابع والسبعين لهذا العام بسبب الفيروس كورونا أيضا بسبب الضبابية التي تحيط بجهود تأليف الحكومة هناك بعد شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيلها وبحسب ما أفادت مصادر سياسية لشغل أوسط فإن تبادل الاتهامات بين السياسيين حول العوائق هي التي أدت بالدرجة الأولى إلى عرقلة تشكيل الحكومة وقالت المصادر أن الرئيس عون لا يزال يسر على أن يكون له الحق الحصري في اختيار الوزراء المسيحيين وهذا ما يتعارض مع الصلاحيات التي منحها الدستور اللبناني لرئيس الحكومة المكلف الذي يجز له دستوريا التوقيع على المرسوم الخاص بالتوافق مع رئيس الجمهورية وتسهلت المصادر لماذا اضطر عون للتراجع عن بعض أسماء الوزراء المسيحيين من أهل الاختصاص ومن ذوي الكفاءات بعد أن وافق عليها الحريري وضيفة أن نائب جبران باسيل سهر الرئيس عون يريد مصادرة التمثيل المسيحي في الحكومة ظن منه بأنه يحمي نفسه من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها وبالتالي يريد السيطرة على ثلث المعاطل في الحكومة لتمرير رسالة بأن هذه العقوبات لن تؤثر على مستقبله السياسية وإلى ملف بايروس كورونا تعتبر أنظمة المراقبة والأجهزة القابلة للارتداء التي تراقب مرتديها باستمرار أحدث الأجهزة التقنية المتطورة التي انضمت إلى المعركة مع فيروس كورونا المستجد حتى أن بعض الدوريات الرياضية والمصانع ودور الرعاية بدأت باستخدامها التتهيأ جامعة أوكلد في ميشيغان لتقديم أجهزتها القابلة للارتداء لطلابها لقياس درجة حرارة الجلد مرة كل دقيقة أما في مدينة تكساس الأمريكية فبدأ الموظفون في مقر شركة بارتداء أجهزة استشعار لرصد المسافة بينهم ويمكن استخدام هذه الأجهزة أيضا لتنبيه الشخص الذي يرتديها الاحتمال تعرضه لفايروس كورونا في تنسي وضع لعبو فريق كرة القدم التابع للجامعة الخاصة بهذه المدينة أجهزة تعقب للمسافة تحت بطنات الكاتف في قمصانهم خلال المباريات كذلك طرحت نظام المنطقة الآمنة الذي يسجل الاحتكاكات القريبة بين اللاعبين والمدربين ويرسلوا ضوءا حراريا إذا كانت المسافة بين الشخصين تبلغ 1.8 مت أي أقل من المطلوب أو المطلوب هو متران هناك أيضا أجهزة أخرى لشركة مايكروشير تستخدم تقنية بوتوث لرصد وقياس احتكاك الأشخاص الذين يرتدونها لتحديد هوية الموظفين الذين يمضون وقتا بالقرب من شخص المصاب وتحذيرهم أما عملاق صناعة الأدوية فبدأ تطوير نظام تعقب للفيروس يسجل الاحتكاكات القريبة بين الموظفين بسبب أرقام بطاقات هوياتهم ما يتيح للشركة تعقيم الأماكن التي قد يكون الشخص المصاب أنظى فيها وقتا وفي سياق متصل تعمل جامعة أوكلاند باستخدام ما يعرف بالزر بيولوجي وهو عبارة عن زر استشعار يشبه العملة المعدنية شكلا وحجما التسق هذا الجهاز بالجل طوال الوقت ويستخدم خوارزميات خاصة في محاولة لرسط عالمات محتملة على عدوى كوفيد نايتين الأخبار من الحدف إعادة هيكلة الديون وتدعية كورونا الاقتصادية أبرز ملفات قمة العشرين في السعودية المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران يحذر طهران من مهاجمة ميليشياتها للقوات الأمريكية في العراق قانون جرائب المعلوماتية أمام البرلمان العراقي المرصد العراقي للحريات يحذر من التصويت عليها عون يصادر التمثيل المسيحي بالوكالة عن صهره بسي ولبنان في ذكر استقلاله غدا بلا ممثلين ولا احتفالة تابعوا قناة الحدث على مرصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث تثنات شكرا لكم على طيب المتابعة عيقاكم على ساعة المقبلة زميل حسين الشيخ السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة